خسارة النادي الاهلي بخمسية امام صندوين شفتها ازاي يعني اه بس انا ممكن اضيف حاجة. اتفضل تمام. السوشيال ميديا بتقصرش في اللي واصخ من نفسك. اه. حلوة دي النقطة مهمة. يعني انت لو بتدير وناجح وحعرف قراراتك والقراراتك دي بمعايير انا بس بشرح اللي انت بتقول. ايه. بمعايير معينة فتبشاف لي معاك بقى السوشيال ميديا قاله ايه? لان انا ببصش اللي تحت تحت انا ببص اللي انا موجود لفترة معينة فالسوشيال ميديا تاني بيقول لك الفترة هي اللي بتباين السوشيال ميديا تصحة ولا غط? اه يا ممكن ينتقدك النهاردة جدا ويهاجمك وانت تتحمل. طبعا. وفي الاخر هيقولك. طبعا انت مؤمن بحاجة واثق فيها مالكش لها بحد. مالكش لها بحد خلص لانت عندك ردود. انت مؤمن بحاجة فبتعملها صحيح? طيب السوشيال ميديا دي. انا عارف انت كمان راجل بتتابع سوشيال ميديا او يعني موجود على السوشيال ميديا فانت شايف كل حاجة. اه طبعا. السوشيال ميديا دي هي حركة اه عشوائية حركة تلقائية ولا حركة اه بتبقى موجهة. على حسب الغرض زي ما قلتلك. اه. ساعات بتبقى نفسك. ساعات بتبقى طبعية. اه. زي اي حاجة في الدنيا او ساعات تبقى سبونسل. حلو. صح كده. زي ما انت عندك اي سبوس بتعمل. وساعات بتبقى اللايكس بقيتها نبعة من الناس بجد حباها او. ساعات لا انت بتبقى سبونسل للقصة عشان اه. تزاود الناس اللي حوالك. ماشي. حوار معناتك دايما بيبقى صعب يعني. مش سهل يعني. شو بيبقى عارف حاجات بس هو ما بيقولش كل اللي هو عارفه. لا بس انا بحاوله نور لك هتا. طيب. طيب. اللي اعلي خسر خمسة من اللي تانيه مرة تقولها. اكيد نتيجة كبيرة. واكيد نتيجة مش كويسة. واكيد نتيجة تاريخية والاسف هي مكررة للمرة التانية. والناس لما يعني الاهلي بيخسر تحديدا يعني لما الاهلي بيخسر بنتيجة كبيرة. فجأة الناس كلها بتقول كل حالة غلط. إدارة غلط. جهاز فني غلط. وليعبين عندهم مشكلة. انت شفت لما الاهلي خسر بالنتيجة ديت. مين اللي غلطان. مين اللي عندهم مشكلة. لا انا مقدرش هلقائم حاجة ذا كمان انت بتسألني سؤال كواحد من الجمهور ولا كواحد شغال في الشغلانة ولا كواحد وصري ولا كايه لا كواحد شغال في الشغلانة كواحد شغال في الشغلانة شايف ان كل فرقة ليه ابس ان داون ستايتر وشايف ان عمره ما يكون غلط على واحد بس يستحيل دايما بيبقى دايما في الاطراف اللي هي بتسوق المركبة فلو فيه غلط بيبقى كله لازم كله يتحمل بس فما قدرش اقول مين اللي غلطان ولا قدر اسمح لنافس اقول مين اللي غلطان خالر ليه؟ حباً في النادي الاهلي ولا احتراماً في العاملين في النادي الاهلي ولا انت مش عايز اصلاً تقول رأيك؟ لا لان انا مش في كورسي احاكم حد ولا وبالعكس لان انا تاني انا لو عندي حاجة هقولها بس مش هقولها في الحاجة يعني فاهم؟ على الملأ يعني ما ينفعش سبع حاسك وانت بتتكلم وكأنك انك حاسس او او عايش فكرة اننا جوا النادي الاهلي انا هنا جزء من النادي الاهلي لا لا مستوى تقولش كلا لا بس اقولك حاجة ما هو انا لو عندي كلمة هقولها في مسجد جو خاص يعني لو انا نفسي في حاجة اول او انا شايف حاجة غاط هقولها هقولها از اصاحب هقولها صاحب مشجع لكن انت ما تيجي تسأل لي ايه غاط في النادي الاهلي اه انا فيه تسعين مليون واحد بيقولوك كرام صحب؟ ومش لازم تزودهم يعني بواحد ماش انت عايز تقولي كده مش لازم تزودهم بواحد كمان لو انا طيب النادي الاهلي متوقع له ان شاء الله ان هو يصعد ولا شايف ان الامور بايت صعبة لا صعبة 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 وبقى كده ده طبيعي اه خلي بيها لك تغيير الجلد ده طبيعي ولازم ان الناس تبص لقدام فاهم قصدي ما ينفعش ان انت اه انت طبعا مطلوب منك تكسب كل الطولة مطلوب منك تروح كاسا بس انت خلاص الناس رايحتك شوية ايطلك انت 25 انت موجود في كاسا انا اندية ابتدي خطط من دلوقتي ابتدي ازبط من دلوقتي فانت عندك تارجة قرية دي انت موجود هناك فاهم قصدي فده ادعى ان انت تبص لقدام ل 25 ده من وجهة ناصر ايه كايس طيب